السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن علامات دم الإجهاد في الشهر الأول الإجهاد المبكر هو انتهاء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وعادة ما تحدث أغلب حالات الإجهاد بعد الأسبوع العاشر من الحمل ويمكن أن يحدث أيضا قبل ذلك ربما في الشهر الأول وإليكم علامات دم الإجهاد في الشهر الأول يمكن أن يحدث أيضا نزيف بسيط في وقت مبكر من الحمل ولكن هذا لا يعني أنك سوف تتعرضين للإجهاد ولكن تشمل بعض العلامات والأعراض المميزة للإجهاد المبكر ما يلي واحد ملاحظة فرازات بنية تشبه حبوب القهوة فهي ليست سائلة ولكنها عبارة عن كتل صغيرة وغالبا ما تكون دم قديم في الرحم يتم خروجه ببطء اتنين يحدث نزيف من الدم الأحمر الساطع أو تلاحظين كتل دموية حمراء تلاتة يحدث ضفك للسائل المهبلي يكون شفاف أو ورد اللون 4- مرور أنسجة عبر المهبل 5- الشعور بألم وتقلصات في البطن 6- يمكنك الشعور باختفاء أعراض الحمل مثل الغسايا 7- تشعرين بالدوار والدوخة والإغماء يجب عليك عندما تجدين أنك قد تعرضت لأي من علامات دم الإجهاض في الشهر الأول أن تتصلين بطبيبك على الفور حتى يقوم بإجراء الفحص المناسب ويتخذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يستمر دم الإجهاض المبكر لعدة أسابيع بعد الإجهاض ولكنه يميل إلى أن يكون أخف عند اختيار الإجراء الجراحي لإزاية أنسجة الحمل يمكن أن يتغير لون النزيف من الأحمر الفاتح إلى اللون الوردي أو البني ولكن قد تستمر تقلصات أسفل البطن في الأيام القليلة التالية للعلاج ولكن يمكنك استئناف أنشطتك العادية وفي النهاية بعد أن أوضحنا كيفية التعرف على دم الإجهاض في الشهر الأول إذا كان لديك أحد الأعراض المذكورة فلا تترددي أبدا في استشارة الطبيب في أسرع وقت في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لأعجبكم ياريك تدعم لكم كومنت وشارف الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر